طبعاً الكتاب يتكلم عن شاول أنه فارقوا الروح وبغتوا روح رديء وكان مدرك داود جدية الموضوع قال وروحك القدوس لا تنزعه مني ولكن نرجع للعهد الجديد احنا روح الرب سكن فينا وبيقودنا وبيكمل الارسالية في حياتنا معاك دقيقة ونص أخ أشرف عشان نلم الموضوع لهمية هذا الموضوع أنا عارف معلومات كتير وحاولنا نحصرها بجزء هاي ايه الرسالة اللي رب وضعها على قلبك توصلها لكل مشاهد الرسالة اللي على قلبي أن في ملء الزمان جه يسوع نعم وجه يسوع عشان يحقق مشيئة الآب أن يعطي حياة أبدية لكل واحد فينا لأن هدف الرب كان في الأول أن آدم يعيش لأن فيه شجرة حياة كانت موجودة في الجنة ودي ما بتجيش غير أن نحن نأمن بعمله على الصليب أنه مات علشاننا وده بيجي لأن الروح القدس بيكلمنا وينخص قلوبنا ويتعامل معنا فنقبل الرب يسوع مخلص وملك وسيد على حياتنا وعندما نبدأ بهذا العمل نختم بختم الملكية أن نحن ملك للرب يسوع ملك للآب ملك الروح القدس وبعد كده ننفتح على الروح القدس نطلب أن نمتلب الروح القدس فالروح القدس يقود حياتنا وكل ما نقضي الروح القدس مجال في حياتنا كل ما الروح القدس يقودنا ويقدسنا ويجعلنا على صورة يسوع أخ أشرف الوقت أزف الرب يباركك وشكرا جزيلا على محبتك وخدمتك وصلواتك وعلى قلبك المشتاق أنه يخدم الرب رغم كل مشاغلك الكتير بصل لأنه الرب يقودك ويباركك حباء اسمعنا من الأخ أشرف يعني عمل الروح القدس عمل عجيب مش بس في الخلق وبالفداء ولكن في الامتلاء أيضا فالروح القدس يبكت على خطية والروح القدس يقودنا إلى يسوع المسيح والروح القدس يذكرنا ويعلمنا ويرشدنا في كل شيء الروح القدس يساندنا ويعزينا ويشجعنا والروح القدس ملازم في حياتنا وبيتكلم فينا ومن خلالنا فأنا بصلي أنه فعلا المؤمن يمتلئ من الروح القدس ورح نشوف البركات العديدة من خلال الامتلاء من الروح القدس وإذا محتاج صلاة وإنه فعلا ساعدك في هذا الموضوع تواصل معنا الرب يبركك اشتركوا في القناة